برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم النهاردة الزكرة 13 لهجمات 11 سبتمبر اللي لسه العالم بيعاني من تدعياتها ونتائجها وخاصة عندنا في الشرق الأوسط كلام كتير تقال ويهي تحليلات لا حصرة لها حاولت تفسر إيه اللي حصل في هذا اليوم الرواية الرسمية الأمريكية قالت إن 19 إرهابي من تنظيم القاعدة خطفوا أربع طيارات ووجهوها لتصطدم بأهداف محددة هي مركز التجارة العالمي في نيويورك ويمبنى وزارة الدفاع في الواشنطن اللي بتسمى البنتاجون أمريكا أعلنت الحرب على الإرهاب جورج دابليو بوش قال كلمته الشهيرة ما ليس معنا فهو ضدنا أسقط بوش نظام طالبان في أفغانستان وبعده أسقط نظام صدام حسين في العراق لكنه لم يقضي على الإرهاب الذي نمى وترعرع بعد عدة سنوات بدأت الشكوك تطفوا على السطح بخصوص اللي حصل في 11 سبتمبر وظهرت ما يعرف بنظريات المؤامرة اللي منها إنه في سبتمبر 2000 قبل استلام إدارة جورج دابليو بوش ظهر تقرير اسمه إعادة بناء دفاعات أمريكا عملته مجموعة فكرية كانت بتعمل في مشروع اسمه القرن الأمريكي الجديد هذا التقرير قال إن عملية التغيير المطلوبة ستكون بطيئة جدا لو ما حصلتش أحداث كارثية جوهرية من نظريات المؤامرة أيضا إنه في يوم 10 سبتمبر 2001 العديد من المسؤولين في مبنى البنتاجون لغوا رحلات طيرانهم ليوم 11 سبتمبر بصورة مفاجأة العديد من المحللين في أمريكا وفي أوروبا عملوا كتب كتيرة حولوا البرهنة من خلالها على إن الإدارة الأمريكية كانت عرفة بمخطط هجمات 11 سبتمبر لكن كل ده ما منعش أن يختلط الحابل بالنابل في الشرق الأوسط وأن تتبنى واشنطن سياسة دعم القوى الإسلامية اللي وصفتها بالمعتدلة في مواجهة القاعدة زي ما عملت وحضرتكم لمستو ذلك بشكل كبير زي ما عملت بدعمها لجماعة الإخوان مبارح شاهد شاهد من أهل هذه الإدارة الأمريكية وقال إن جماعة الإخوان هي المصدر الأيدولوجي الأساسي لكل الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء العالم هذا الشاهد ما كانش مجرد موظف صغير في البيت الأبيض لكنه كان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني اللي شن مبارح هجوم غير مسبوق على إدارة أوباما وطالبه بسرعة إرسال طائرات الأباتشي للحكومة المصرية عشان تساعدها في حربها ضد الإرهاب في سيناء مش كده وبس لا دا طالب أوباما بإدراك جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية زي ما بيقول المثل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي بالمرة